اشتركوا في القناة مازال موجود بالجدي في منزلة سعد الذابح وهي جيدة زي ما حكينا للعلاج والفراق والخلاص او الحرية راح تستمر هاي المنزلة لغاية ساعات الظهر تقريبا تنتقل بعديها لمنزلة سعد بلع هي ما بتفرق كثير عن المنزل الاولى برضو نفس الاشي للعلاج والفراق ولأتلاف الاموال يعني للصرف والمصاريف لزيادة والتبذير والاشياء زي هيك والحرية وحكينا ان القمر لما بكون موجود بالجدي منعود لطبيعتنا الجدي ومنحاول انجاز عمل متراكم ومنجد ان الامور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض مننا علينا الاجتهاد اكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفة اثرية والبدء بحمية وشراء بوليس التأمين اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاليوم عنا تقريبا اربع زوايا اول زاوية رح تكون زاوية التثليث ايجابية بين القمر وارانوس رح تكون في تمام الساعة ستة وخمس وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش وهي بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية البطيئة اللي بلشت الان عطارد يعمل الزوايا بالمقابلة مع برج الجدي او الكواكب اللي موجودة في برج الجدي لوتو مشتري زحل وبرضو مع القمر وهاي رح تكون في تمام الساعة عشرة وواحد وخمسين دقيقة ظهرا بتدفعنا للكآبة والهم والشعور بالذنب وبتزيد من عنادك اكثر وممكن تسبب نزاعات شديدة مع المحيط اهم ايش اللي عندهم مشاكل بالقلب بالفترة هاي بدهم يديروا بالهم يحافظوا على مميعاتهم يحافظوا انهم يبعدوا عن الاسترس العصبي يد ما بقدروا وبرضو هاي بتخلي بعض الاشخاص انه ما ينتبهوا اثناء قيادة السيارة ويتتسبب لهم بحوادث والاشخاص اللي بيشتغلوا في مصانع او الستات اللي بتشتغل في البيوت من الاصابات وبرضو اشياء لها علاقة بالنيران اما زاوية التربيع السلبية اللي رح تكون بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة 9 و22 دقيقة مساء بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة الى الهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى من قوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا في الفترة هاي بتور ثورة عارمة من الغضب اما بالنسبة لاخر زاوية هي زاوية اقتران ايجابية رح تكون بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة 11 و56 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج منها اهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية والقمر بما انه موجود بالجدي معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم اثنين ثمانية رح يكون في تمام الساعة 51 دقيقة عصرا وراح يستمر حتى تمام الساعة 6 و10 دقائق مساء لا ينتقل القمر بعدها للدلو اما بالنسبة لعمر القمر القمر الاحدى ب12 يوم في تمام الساعة 37 دقائق عصرا بيصير 13 يوم نسبة الاضاءة 90% يعني بلش يروح لمرحلة الاكتمال ولكنه لسه احدى يعني ما اكتمل البدر اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الاسد حتى يوم 22 ثمانية مزاجها منتحس كتير اشخاص بيسألوا ليش مزاج الشمس منتحس وهي في الاسد مزاجها منتحس بسبب الزوايا اللي بتشكلها اول اشي الزاوية الاساسية اللي هي بتتشكل ما بين الشمس واورانوس زاوية التربيع خلت الشمس تفقد طاقتها فعشان هيك صارت منتحسة منتحسة يعني بتعطي العكس بدل ما تعطي ايجابية بتصير تعطي سلبية اما بالنسبة للقمر في الجدي حتى يوم 2 ثمانية مزاجه سعيد عطارد في السرطان حتى يوم 5 ثمانية المزاج منتحس الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7 ثمانية المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9 تسعة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 تسعة مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى يوم 15 ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29 تسعة وعشرين 11 مزاجه منتحس بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر موجود في بيت السمعة استقر الان في بيتك العاشر فعشان هيك بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين موسعكم اثبات جدارتكم والمحافظة على انجازاتكم القائمة اهم اشي انه اليوم بسبب الزوايا السلبية هاي الموجودة ما بينفعك العناد والتحدي يعني حتى لو اشتدت الضغوط عليك حاول انك تبرر عملك واظهر مهارتك ممكن تكون الظروف معقدة وصعبة انت طباعك وافكارك مشتتة بالفترة هاي وعصبي نتيجة الغضب والاطراب طبعا بالنسبة للمريخ ساهم بوجوده اساسا في هذا المكان وخصوصا انه زاوية التربيع ما بين القمر وما بين المريخ اثرت عليك بشكل كبير فهاي شوي بتسبب لك من العصبية الزيادة والحدية والاندفاع وفرض الاوامر بطريقة عنيفة جدا اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا يعني بما انه الوضع المالي شوي ضاغط فعشان هيك الفترة هاي بدك تدير بالك من المصاريف والتقلبات ممكن تحصل على بعض المكاسب ولكن بتبذر اموالك بشكل صعب جدا اما بالنسبة لتنقلاتك فاليوم نقدر نحكي انك يعني عندك طاقة كبيرة للتنقلات والحوار والاتصال ولكن العصبية ظاهرة بشكل كبير ورح تتركز العصبية على امور الها علاقة اما باخ او انزعاجك من اخ او من جار او امور الها علاقة بالبيت ممكن التزام او مناسبة او جمعة او شيء يتسبب لك نوع من انواع التوتر ريح حالك وما تعصب حاول ما تنفعل اللقاءة الاجتماعية او العائلية بتمر بسلام ولكن حاول انك انت ما تتهور زيادة عاطفيا انت شوي يعني حساس زيادة عن اللزوم فممكن اي موقف او اي تصرف اليوم يخليك تتقلب بالمزاج او تتذكر اشخاص او تحزن على فقدان اشخاص غادروا الحياة مثلا ولكن الاهم انك تركز بشكل جيد اليوم ما في داعي لفرض الاوامر وخصوصا على الاحبة وعلى الابناء وعلى الوالدين حافظ على سمعتك قدر الامكان ما تشوهها بتصرفاتك وانفعالاتك وحاول انك تنتبه لصحتك ما في داعي للاطراب برضو انت من الاشخاص اللي من المفروض ينتبه لصحته بشكل كبير خلال هذا اليوم برج الثور طبعا القمر استقر في البيت التاسع لعندك ووضعه ايجابي بيدعمك بشكل قوي فعشان يك اليوم تنشطه في امور الها علاقة بالسفر او باتصالات بعيدة تزداد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما تجعل شيء يحبطك التطورات غنية بالفرص المناسبة ممكن اليوم تنحسر عواصف الايام الاخيرة وترتفع المعنويات وتتمئن خواطرك نسبيا يعني اهم اشي بس تنتبه لبعض الملاحظات اليوم اول اشي اورانوس بسوي نوع من انواع التقلبات على المستوى الشخصي عندك فممكن يدخلك باكتئاب او بنشاط مفرط اتعرض حالك للاصابات والتعب والارهاق حاول انك تبتعد عن العصبية وحاول انك تهدي شوي بحركتك بالنسبة الى الوضع المالي تقريبا اليوم جيد يعني بعطيك فرص مالية بيجيب لك شوية فرص مالية غنية بالاشياء القوية اللي بتحصل من خلالها على مكسب مالي بيجي عادة من عمل اضافي او هبات او مساعدات او هدايا حاول اثناء الحركة اليوم ما تنفعل اثناء قيادتك للسيارة تنتبه على الطرقات اثناء القيادة وبرضو اثناء الحركة في حركتك المسير او نشاطك اليومي دير بالك من بعض الاصابات شوي اليوم على مستوى البيت او العائلة في نشاط كبير ممكن لقاءات حوارات ممكن موضوع معين بتحاول تنقشوه او مناسبة معينة اتصالاتك ممتازة حاول تكسب كل شيء حكيناه في بداية التوقع عن بيتك التاسع يعني النشاط السفر ورشاة العمل الاتصالات البعيدة علاقاتك مع اللي حواليك كلها ممتازة حتى مع الاصدقاء بتدعمك بشكل جيد ولكن دير بالك من الارهاق والتعب اللي ممكن انهم يسببوا نوع من انواع الصداع او يجبوا لك ارق او قلق من بعض المساد انتبه لغذائك وانتبه لصحتك برج الجوزاء طبعا القمر صار في البيت الثامن فعشان هيك بتتركز اموركم كلها على يعني تنظيم اموركم المالية الفرصة بتكون متاحة لمكسب من شراكة او تعويض ولكن صحتكم او صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية اهم ايش انك ما تتشبث بمواقف متصلبة بلكون مرن ومبتسم ناقش بليوني ودبلوماسية تكلم وعبر عن اراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة حاول انك تبدأ يومك هاد شوية تروح رياضية يعني الزهرة بتدعمك على المستوى الشخصي بتعطيك حضول بتعطيك طاقة ايجابية برضو دمث ومحبوب للجنس الاخر بشكل كبير يعني ملفت للنظر الوضع المالي شوي بتميل للصرف او بتميل لاموال الغير يعني هاي بين قسين مش كل موليد برج الجوزة عشان ما تفهموني غلط النصابين من موليد برج الجوزة والمحتالين واللي عندهم مرض نفسي بمدى الليد على اموال الغير اللي هي السرقة بدهم يكونوا منتبهين اليوم لانه هاي ممكن تفتح عليهم جبهة او تتسجل عليهم علامة او ينكشفوا في هذه المسألة يعني هاي احنا ها يعني من ريد الخير حتى للنصابين من دلهم شو يعملوا اما بالنسبة للحركة والنشاط فاليوم انت مندفع ومتهور في لحظات ممكن انه مزاجك يكون عصبي او تكون حاد الطباع وخصوصا اثناء تعاملك مع الغير او مع الاصدقاء او مع افراد العائلة بدك تنتبه من هاي النقاط بشكل جيد عساس انك ما تثير الخلافات وما تعمل مشاكل بشكل كبير ممكن تنشط بلقاء مع اصدقاء او حوار او مرافقة في موضوع معين وممكن يكون في دعوة لحضور حفلة او مناسبة الاهم انك برضو تراعي وضعك الصحي حاول انك ما تتوسوس كثير يعني ما في داعي للوسوسة الاجواء تقريبا جيدة صحيا ممكن بعض التقلبات ولكن الامور ما فيها اي مخاطر برج السرطان طبعا القمر موجود مقابلكم مباشرة بعطيكم حظوظ يعني بخلي نوع من انواع الاهتمام حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل او العاطفة وبخلي في نوع من انواع التقارب ما بينكم بين الازواج تحديدا اهم شي انه ما تخوضوا بامور ممكن توصلكم للقضاء فترة مناسبة للقيام بعمل مشترك الاجواء ممكن تكون شوي متوترة لانه طاقتك بتكون ضعيفة ركز بشكل جيد وما ترتجل الاجواء ضاغطة نسبيا والمسئوليات بتكون بهاي الفترة كبيرة بسبب تواجد القمر مقابلك هدئ من روعك وما تنفعل وما تنسى انه اعتارد موجود عندك وعمل زوايا المقابلة مع كل الكواكب اللي في البيت السابع فهاي بتخلي شوي تقلبات المزاج تكون سريعة عندك وبتخلي في نوع من انواع الحدية والعصبية وردات الفعل المبالغ فيها اليوم ممكن تحصل بعض المكاسب المالية او الاهتمامات المالية او مصاريف او دفعات او قلق على وضع مالي معين ممكن اليوم برضو تنشط في بعض المسائل اللي الها علاقة بالسمعة حاول انك ما تجازف وما تغامر وما تتهور يعني العين مفتوحة عليك وفي ناس بتحاول انها تتصيد لك اخطاء فحاول انك ما تشوه سمعتك حاول انك تنشط اجتماعيا بلقاءاتك واتصالاتك وحواراتك فممكن اليوم يتوجه لك دعوي لحضور حفلة او مناسبة او لقاء ولكن الاهم انك ما تجهد حالك كثير وحاول انك تأخذ قسط كافي من الراحة من وقت لاخر برج الاسد طبعا مكان او وجود القمر في البيت السادس عادة بيركز على نقطين فبتركز يعني اما على مسألة الها علاقة بالعمل او على مسألة الها علاقة بالصحة فبين قسم الاسد من النص نص بيهتموا في هاي المسألة ونص بيهتموا في هاي المسألة الاهم انه في الفترة هاي بيبدأ العمل بالتراكم مع هيك انتوا قادرين على انجاز قسم كبير منه اهمش انكم ما تهملوا صحتكم هاي فترة عمل جيدة اهمش انك تكون اكثر انضباط وتنظيم ممكن تنشغل بامور صحية او رياضية حافظ على استقرار ووضعك الصحي ممكن تقلق بشأن احد المعاونين او احد الاصدقاء يعني تقريبا في نوع من انواع التقلبات المزاج متقلب في بعض الاوقات وفي لحظات بيكون يعني ممتاز جدا محبوب مرغوب ولكن في لحظات العصبية بتيجي من مواقف بسيطة انت ما بتقدر تتحملها او بتحللها بطريق غلط لا تحاول انك تنجر وراء التحليلات اللي بتيجي بشكل مفاجئ ممكن تهتم بامور زي ما حكينا الها علاقة بالصحة او اتصالات باشخاص خارج البلاد اهم اشي على الطرقات بدك تنتبه اثناء تنقلاتك اثناء حواراتك ممكن يعني بعضكو يتعرض لبعض الاخطاء الها علاقة اثناء التنقلات بحوادث او اصابات الاهم انه اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء او تعارف وممكن لقاء اجتماعي قوي جدا وممكن تدافع وتعزز سمعتك بشكل قوي جدا ففي فرص اليوم حاول انك تستغلها رغم انه القمر موجود في البيت السادس الا انه بتفتح لك مجالات الها علاقة بالعمل او فرص العمل او تطوير عمل او عمل جديد او علاقات تدعمك في مسألة الها علاقة بالعمل طبعا هاي لالاشخاص اللي بيشتغلوه برج العذراء طبعا القمر الان وصل لالبيت الخامس لالكم بيت حليف وقوي جدا برضو هو بما انه سعيد اليوم فمعناته رح يعطي ايجابية عالية جدا وبتشتد رغبتكم في التقرب من احباءكم وتعزيز العلاقة معهم فترة مناسبة لنشاط فني او لهواي معينة او ممارسة هواي معينة هاي الفترة بتحمل اجواء سحرية ومفاجآت سعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن تندم على تصرفاتك الاخيرة وتحاول ترتيب الامور او تتراجع عن قرار سابق ولكن بدك تحاول في بعض الاوقات انك ما تظلك شادد على موضوع الشريك ما تحاول انك تتصيد له اخطاء ما تحاول انك تظلك تنبش وراه او تفتح ملفات او حوارات فما تضغطوا بالفترة هاي على اساس انه تظل هالامور يعني فيها بعض الحلول السلمية ممكن اليوم تهتم بترتيب وضع مالي معين او ديون معينة او سداد ديون معينة او تحصل على دعم معين الاهم انه اليوم عندك نشاطات اجتماعية قوية ممكن اليوم تكسب بعض المعارف او بعض المعارف يدعموك في مسألة معينة او يتحاوروا معاك بطريقة معينة فتحس انه فيه ايجابيات للفترة القادمة او دعم قادم على الطريق الاهم انه انت تنتبه لصحتك بشكل كبير لانه ما زالت الشمس موجودة في بيت المتاعب فهاي شوي بتفتح بعض عيون الاعداء عليك او بتكون فريسة سهلة للسان الناس ممكن يستغيبوك ينمو عليك يعني يحاولوا يفتحوا مشاكل انت بيغنى عنها بالفترة هاي حاول انك تكون حريص واعرف مع مين بتتعامل ممكن اليوم تتلقى اتصال من خارج البلاد بشكل مفاجئ ويجيك خبر بشكل مفاجئ او انه تواصل روتيني مع اشخاص خارج البلاد او اجانب برج الميزان طبعا اليوم التركيز كله على البيت على العائلة افراد العائلة شؤون عقارية شؤون بيتية بالمطلق يعني هذا التركيز الكامل فعشانيك اليوم بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم بتبدو مضطرب او مرهف الحس بشكل او بعض الشيء بتشعر بالارتباك او ممكن تغضب بسرعة جنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم القاء اللوم على الاحباء هاي الفترة او هذا اليوم بحمل نوع من انواع الاعمال الكثيرة او الانشغالات المنزلية الكثيرة او مناسبة بتكون انت يعني لامع في هاي المناسبة هاي من كثر النشاط او الحركة ولكن دير بالك على صحتك برضو تفتح نوع من انواع الاشياء اللي الها علاقة بالوسواس يعني حاول انك ما تتوسوس ولا يعني حاول تقلق بشأن وضع العلاقة بالعمل او بالصحة الايام الجاية رح تدعمك باشياء معينة حاول انك انت ترتبها بس وتنجزها بالشكل الكامل في نوع من انواع التعامل رح يكون ما بينك وبين الشريك اما ايجابي او سلبي ما بين الشريك شريك العاطفة اللي هم الازواج اما ايجابي او سلبي يعني بعضكوا رح يكون علاقتهم ايجابية وبعضكوا ممكن تصير مشاكل حدي وكبيرة ممكن اليوم يعني تتلقى اتصال من خارج البلاد او تواصل مع اشخاص من خارج البلاد فتسعد بهذا الاتصال يعني بالعكد يعني والطير من الفرح او يجيك خبر معين يسعدك على هذا الموضوع بتنشط اجتماعيا وباللقاءات واللقاءة الاجتماعية حادي لقاءك باصدقاء او معارف او عزومة او دعوة لحضور حفلة او مناسبة الاهم انك انت ما تخلي مخك يظل مشغول في الوضع المالي يعني شوي حاول تريح حالك حاول انك ما تجهد حالك كثير الايام القادمة يعني ماشي انه الشمس بتتجه لبيت المتاعب ولكن انه برضو لسه ما زال في فرص ممكن انت تحققها بالنسبة للوضع المالي يعني اركز على الوضع العاطفي شوي ما في داعي انك تهمل احباك برج العقرب يعني اليوم بدي اقولك انه انت الملك في الامور يعني انت اللي عندك الطاقة الكبيرة انت اللي عندك النشاط انت اللي نجمك لامع كثير اليوم وملفت للنظر كثير وحتى ممكن تسمع كلمات المديح والاطراء بشكل كبير بتكثر عندكم الاتصالات والتناقلات يوم مناسب لاجتياز امتحان او اجراء مقابلة تتمتع بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الامور الصعبة وطرح الافكار الجديدة ممكن تحصل على فرصة جيدة وخصوصا لمشاعرك وممكن تبرر مواقفك تنشط التناقلات والاتصالات والحركة والانجازات وانجاز المهام بكون عندك بشكل كبير ممكن تشعر بالتعب من كثير الحركة او من كثير ما بتشتغل اليوم اما بالنسبة للوضع العاطفي شوي ما زالت انه شوي بتحس فيه فجوة او فيه مسافة او فيه اشي ببعد ما بينك وبين الحبيب او ما بينك وبين الاحبة او ما بينك وبين احد الابناء بتحس انه فيه حاجز ايش الحاجز هذا انت مش قادر تركز عليه او مش قادر تعرفه حاول انك ما تفاقم الامور وما تكبرها اليوم بدعمك بشكل كبير اللي ممكن انه تحقق بعض الانجازات الجيدة على مستوى علاقتك بالشريك او بالزوج ممكن يصير فيه نوع من انواع المفاجآت خلال هذا اليوم ما بينكم ممكن اتصالات خارجية تكون مكثفة ممكن اليوم تحصل على دعم مالي او هدية او هبة او مساعدة او موافقة على قرض معين او ترتيب وضع مالي كان صعب انه يترتب الاهم انه ما تنزعج حتى لو حد اساءلك اليوم وخصوصا انتقاد او كلمة او تصرف يعني نوع من الاهمال ما في داعي انك تكبر الامور خليك بالامور الايجابية اللي انت رح تحصل او تحصل عليها خلال هذا اليوم الاهم انك تظلك منتبه لصحتك ما ترهق حالك كثير واثناء حركتك بدك تنتبه ما في داعي للمجازفات او المغامرات يعني تحس حالك بالنشاط المفرط تروح الى انت معرض حالك لاصابة او تغامر بقيادة السيارة فتتعرض لحادث بدك تنتبه من هاي الامور بشكل كبير برج القوس طبعا اليوم رح يفتح مجال الوضع المالي شوي هو اللي رح ياخذ اهتمامك اليوم اما ترتيب قروض او ديون او سداد او تحصيل مالي او قلق مالي او بتحاول تلاقي مخرج معين الوضع المال طبعا اليوم رح تلاقي نتيجة ورح تلاقي هاي الامور نوع من انواع الحلول لهاي المسائل اليوم في فرص لمكسب مالي من عمل اضافي منكم ممكن يحصل على هدية او جائزة ممكن تحتاج لمساعدة اهم اشي يعني انه اذا حد بادر انه بدي ساعدك في مسألة ما تتكبر وما تعند يعني لا ما بدي لا 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 الله يخليك الله يرضى عليك لا لا والله مني بحاجة اذا محتاج شيء من حد ما تتكبرش على الموضوع اطلب وان شاء الله انك رح تحصل الكواكب بتعمل لصالحك بالفترة هاي بتواجد القمر في بيتك بيت المال يعني بتدعمك اكثر من الايام الماضية وبتساهل حياتك بس انه ما تسمح لحد انه يغشك وما تسمح لحد انه ينصب عليك وحاول انك تحافظ على اموالك من السرقة او ضياع كون حريص على اموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي في عندك اليوم بعض الاهتمامات العائلية او اللقاء او تهتم في مسألة الها علاقة بالبيت او باحد افراد العائلة تجمع لقاء معين ممكن تحزن على بعض الاشخاص انهم مش موجودين او تغضب من تصرف احد افراد العائلة الاهم انك على المستوى العاطفي ما تظلك متزمت برأيك وحاول انك ما تكون لاذع بالكلام على اساس انه الامور ما تفتح مشاكل انت بيغنى عنها بالفترة هاي ممكن اليوم تصير في مرافقة او دعم معين يجيك من خلال الزوج او من خلال شريك المال ممكن يعززوا بعض النقاط القوية امور الشراكة اليوم جيدة ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء بتنشط في عملية الاتصالات الخارجية او تواصلك مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام لبعض المسائل اللي يعني مربكتك ممكن قضية ممكن اوراق قانونية ممكن معاملات ممكن كومبيالات او نوع من انواع القروض الاهم انك تحاول انك تكسب هذا اليوم بشكل جيد برج الجدي طبعا اليوم القمر صار مستقر عندكم الفترة هاي فترة ايجابية بتعدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم السيطرة على زمام الامور حاول انك تجدي جديد وانك تبحث عن امر مميز بتعيش فترة واعدة من الافراح والنجاحات هاي تعتبر من الفترات السريعة خلال هذا الشهر ادخل التنوؤ على حياتك وعلى شخصيتك في نوع من انواع الانفراج او التسوية خلال هذا اليوم الاهم انه اليوم رح تكثر في التنقلات والاتصالات والحوارات في عندك نشاط عالي جدا مشحون من وجود القمر عندك رح يساعدك على تعويض اشياء كانت بالايام الماضية صعبة عليك في اشياء لها علاقة بالبيت ممكن تظهر اليوم شغلات عائلية ممكن تقلق على مسألة معينة او تحتد على مسألة معينة او يعني شوي تنشغل ببعض الامور البيتية اللي ممكن تكون مرهقة زي اجتماع او لقاء او مناسبة عائلية او التزامات عائلية بتكون كبيرة اهم اشي انك تراعي وضعك الصحي من بعض التقلبات يعني اليوم في نوع من انواع الاهتمام بمسائل الها علاقة بالعمل والمال والديون والقروض ولكن اهم اشي ما تسمح للتقلبات النفسية انها تأثر عليك وعلى احبايبك يعني ممكن في لحظة تحتد او تعصب او يتقلب مزاجك بشكل مفاجئ جدا فيتطلع منك كلمة اثير خلافي كبير او مشكلة كبيرة ما بينك وبين الحبيب والحبيب مقصود فيه الاحباء حبيبك او احد الابناء او احد الوالدين ما تتسرع اليوم لا بكلمة ولا بتصرف برج الدلو طبعا القمر صار موجود في بيت المتاعب واستقر تماما وهي هاي من اسوأ الفترات اللي بتمر دائما على اي برج لما القمر بكون موجود في بيت المتاعب يعني البرج اللي قبلهم مباشرة فعشان هيك بتشعروا بالتعب بنال منكم تفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منها اخلدوا للراحة هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاول انهاء يعني او بداية الشهر هاد بسلام ممكن تواجه ضغوط وعراقيل وامتحانات صعبة ممكن تخسر صفقة تجارية او تحزن لخبر اهم اشي انك ما في داعي للتسرع بالنسبة للوضع المالي عندك مصاريف عندك دفعات عندك التزامات بشكل كبير بدك تكون حذر وما تبذر اموالك يعني ما تدخل باشياء فيها مجازفة مالية الفترة هاي مش لصالحك في نشاط عائلي اليوم او لقاء او اهتمام عائلي او لمة او ممكن موضوع عائلي ينطرح على الساحة رح تكون نجم انت في الحوار فيه او بالتواصل فيه او بالتقارب معاهم فيه الوضع العاطفي شوي متقلب ممكن تظهر بعض المسائل العاطفية اليوم تقلب من مزاجك او تخلي فيه نوع من انواع العصبية او الحدية او تستاء من تصرف الحبيب او اهمال الحبيب تدعمك مواضيع الها علاقة بالتقرب من الزوج ممكن تنهي خلاف او تتناقش بمسألة الاهم انك تكون مرن وما تتزمت برأيك وانتبه اثناء قيادتك للسيارة واثناء حركتك خوفا من الاصابات او الحوادث لانه برضو معرض انت لاشياء الها علاقة بالبيت الثالث بشكل كبير اللي هي العصبية الحدية القرارات العنيدة وما تتراجع عن قرارك فهذا الاشي ممكن يكون قرار على غلط فتنحسب الامور عليك برج الحوت اليوم عندكو نشاط عالي جدا 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 على المستوى الاجتماعي فاليوم بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الاصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتميل للتواصل مع الاخرين وممكن تنجح في حج التأييد او دعم لقضيتك تتحمس للقاء الناس وللتعارف ممكن تسافر او تنظم لجمعية وتهتم لشؤون اقارب الشريك اقارب الشريك العائلة يعني عائلة الزوج بمعنى اخر الاهم اليوم صرف الفلوس حاول انك تنتبه على اموالك من الصرقة او الضياع او النصب حاول انك تبعد عن التبذير قدر الامكان اليوم بجمعك بلقاءات عائلية او مناسبة عائلية او تقارب عائلية او حفلة عائلية او دعوة لحضور حفلة او مناسبة بتكون قوية لكن الاهم انه تخفف العبئ عليك او الضغط الكبير هذا اللي بيخليك تتقلب بمزاجك اثناء تعاملك مع الاحبة او الاستياء من تصرف احد الاحبة اللي هم الاحبة الحبيب او الابناء او الوالدين فما في داعي انه اذا انطلب منك شيء انك تفاقم الامور وتكبرها وتحط العقد بالمنشار حاول تجدلها حلول وتكون مرن بدك تنتبه لصحتك من بعض التقلبات وممكن يظهر عمل مفاجئ اليوم يعني شوي يربكك لانه بكون بده اهتمام زيادة اهم شيء انك تكون حذر اثناء تنقلاتك ما في داعي للمغامرات ولا للمجازفات وقع اثناء حركتك او سياقتك للسيارة بدك تنتبه من السهو او الحوادث او امور لها علاقة بالاصابات اذا كنت بتتحرك مثلا او ممكن تتفركش رجلك ممكن تضرب في باب ممكن اذا بتشتغل في المطبق تتحرك او تتعرض لنوع من انواع الاصابات المنزلية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء